نشرت وزارة التعليم العالي فيديو توضيحي لتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التقدم لتنصيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد وفي سياق ذاته أعلن مكتب التنصيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالقليات التي يشترت القبول بها أداء اختبارات القدرات بلغ مئة ألف وألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024-2025 ويستمر موقع التنصيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري علما بأن الموقع سيكون متاحا أمان الطلاب على مدار 24 ساعة